موجة حر تضرب أنحاء العالم درجات حرارة قياسية أشعلت النيران في الغابات وفاقمت نقص المياه لتجف العديد من المسطحات المائية بسبب شدة الحر موجة الحر الأخيرة ومتغيرات بيئية أخرى مثل الفيضانات تسببت في الكثير من الوفيات وأجبرت آلاف السكان على النزوح تاركين منازلهم وأعمالهم ناهيك عن الأضرار المادية الكبيرة ويرجع مختصون ارتفاع درجات الحرارة القياسي إلى ظاهرة القبة الحرارية التي تحدث في طبقات الجو العليا حيث تكون درجات الحرارة متدنية في الوقت الذي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة في طبقات الجو الدنيا وهو ما سبب موجة الحر الواسعة وضع دفع السلطات الحكومية في أنحاء العالم لدعوة مواطنيها إلى اتخاذ تدابير للتعامل مع شدة القيض والحذر من الفيضانات ومن نشوب الحرائق والتي تعزى إلى تزايد الاحتباس الحراري في حين تفشل حكومات الدول الكبرى في الاتفاق على خفض الانبعاثات الكربونية لحماية الكوكب من مخاطرة تؤثر على كل مناح الحياة ويتضرر منها كل الكائنات على وجه البسيطة وتشهد معظم الدول العربية موجة حرارة شديدة وسط توقعات باستمرار موجة الحر حتى نهاية الشهر الحالي في الأقل كما تحذر السلطات من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وتدعو مواطنيها إلى الاكثار من شرب الماء لكن تلك النصائح لا يمكن تحقيقها في البلدان التي تشهد نزاعات دامية أو تعاني من الفقر أو من تفش الفساد الحكومي وبينما تعد الولايات المتحدة والصين الملوثين الرئيسيين للكوكب إلا أن البلدين لم يجريا محادثات بشأن المناخ منذ نحو عام كامل قبل أن يصل المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري إلى العاصمة الصينية بكين أملا في استئناف الحوار مع الأخيرة في وقت بات تأثير تغير المناخ واضحا مع موجات حر قياسية عالميا ترجمة نانسي قنقر